بنك الاعتمان لكويتي قدم قروضا تجاوزت 23 ألف قرضا خلال عام 2021 تفاصيل أكثر في هذا التقرير في إنجاز غير مسبوق أعلن بنك الاعتمان الكويتي أنه قدم أكثر من مليون خدمة إلكترونية بواقع عدد قروض تجاوزت 23 ألف قرض تجاوزت 400 مليون دينار كويتي خلال عام 2021 وقال المتحدث الرسمي للبنك حباري الخشتي أن خدمات البنك أصبحت إلكترونية بنسبة 99% لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وذكرت الخشتي أن خدمتين القرض الاجتماعي الذكي والقرض العقاري الذكي تعد خدمات فريدة من نوعها وتحسب إنجازا للكويت حيث تتيح الخدمة للمواطنين الحصول على القرض دون زيارة لأي من فروع البنك